بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله نقمن للفصل الرابع اللي يشاهد القساء وان شاء الله الآن هنتكلم عن عدد من الإجراءات البناءة لمساعدة أبا الأطفال زوال احتياجات الخاصة وهي أول نقطة فيها هي طلب مساعدة والد آخر ان يكون يعني نطلب المساعدة من والد طفل من الأطفال المعاقين اللي له بعض الأسليب النجحة في التعامل مع هذا الطفل للمعاق وده نقطة مهمة كمان يجب على الأب والأم ان لا يشعب ان يكون مبعوب او ان يكون عنده خوف من هذا المشكلة كمان في التحدث مع الزوج والزوج ان الزوج يتحدث مع زوجته وهكذا ويتكلمهم عن المشكلات اللي بتقابلهم مع بعض ان لا يخفي مشاعره برضه دون نقطة مهمة وكمان في الاعتماد على المصادر الإيجابية في الحياة كمان ده من النقاط المهمة وكيفية التعامل مع الغضب وتكلمنا على ده قبل كده في يعني ايه طرق التعامل مع ايه مع الغضب كمان يعني يعيش اليوم بحل المشكلات ولا تفكر في المستقبل مش معناها هنا عدم التفكير في المستقبل لا لا يفكر في المستقبل بطريقة يعني بطريقة خوف او ان المشكلة هتكبر وهكذا لكن تفكير عقلاني ويكون تفكير لحل المشكلات التي قد تواجه الاب او الام في التعامل مع الطفل المعوق كمان عندنا يكون محافظة على الفكر الإجاب حافظ على الفكر الإجاب واطلب المعلومات اذا احتاجت ايه معلومة حاول ان انت ايه تطلبها من احد لديه ايه خبرة تمان عمل المشكل يتلخص في محورين انه ممكن يعني في البداية بيشتغل مع المعوق ذاته وبعد كده بينتقل قصة المعوق كل من اباء من الاب والام والاخوان والاخوات وهكذا ويدرس القصوة بالكامل طب اهداف الاوشاد القصوة اول هدف من اهداف الاوشاد القصوة مساعدة قصة الافواد المعوقين على تقبل حقيقة ابنه وده نقطة مهمة وده اساس اساس نجاح الاوشاد الاسري وهم ان هما يتقبلهم اه الاعاقة اعاقة ابنه كمان مساعدة قصة الافواد المعوقين على الادوار كل واحد له دور فيجب ان يكون به مع الطفل ايه المعاقد ده نقطة مهمة من نقاط الاوشاد ان احنا نهيي افواد القصوة ان كل فوض منهم له دور يجب ان يساعد هذا الطفل ايه المعاقد كده احنا بنحاول ان احنا نقلل من الضغط على الام او على الاب وهكذا مساعدة قصة الافواد المعوقين على التكيف والاندماج في الحياة كمان يعني نساعدهم انهم يعيشوا حياتهم بصورة طبيعية لا تؤثر عليها وجود طفل معاقد تأسب ايه كبير كمان مساعدة قصة الافواد المعوقين في الحصول على المعلومات يعني نساعدهم ان اي معلومة يحتاجوها يطلبوها من احد ذا والخبطة طب فنيات ارشاد اسرزاو الاحتياجات الخاصة او الفنية من الفنيات هي المحضرة ده الاسلوب يعني اسلوب مشهور بيقدم معلومات لعداء النساك الاسري عن الاعاقة واسبابها واثرها ويه على ايه على الاسرة وعلى الطفل طيب الحوار طيب الحوار ده بنستخدم فيه اسلوب المناقشة الجماعية كمان هج ملائم اه يخدم الحوار حوار ما بين افراد الاسرة لحل ايه مشكلاته كمان عندنا عادت السياغ جميل طيب وده اه يعني يتمثل فيه عادة تشكيل المواقف التي تواجه عدو الاسرة كمان عندنا التغذية واجعة يتمثل المضمون التطبيق لازي الفنية في تقديم تعديل مباشر الاتجاهات عدو الاسرة اي عدو عند بعض المعلومات الخاطئة نحاول ان احنا ايه نعدله هذه المعلومات ونحاول ان احنا نقدم له الاسليب الصحيحة والافكار الصحيحة